موسيقى مجزنا لأمي الأخبار يأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية تعهد وريث العرش في المملكة المتحدة الملك تشارز الثالث في أول خطاب له عقب وفاة والدته الملكة إليزاباة الثانية تعهد بمواصلة عمل والدته التي كرست حياتها لخدمة شعوب الكومنورث هذا وقال تشارز أن بصمة إليزاباة الثانية كانت واضحة في الازدهار والرقي الذي وصلت إليه المملكة مضيفا أن رحيلها ليس محزنا لبريطانيا فقط بل لشعوب الكومنورث وشعوب العالم عرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون عن خالص تعازيه للعاهل البريطاني الملك تشارز الثالث على إثري وفاة والدته الملكة إليزاباة الثانية ونوها الرئيس الجزائري في برقية تعزية بدور الملكة الراحلة في الارتقاء بعلاقات الصداقة بين الجزائر وبريطانيا مستحذرا إسهاماتها الكثيرة لضمان السلام والاستقرار والرخاء للشعب البريطاني قال رئيس الجزائري إن الجزائر فقدت برحيل الملكة إليزاباة الثانية واحدة من الأصدقاء الأوفياء في كل الظروف علنت رئيسة الوزراء البريطانية ليستراس عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين تراس التي تحدثت أمام البرلماني ذكرت أن الأسعار سيتم تثبيثها عند سقف 2500 جنيه استراليني سنويا للأسرة العادية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة على أن يتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات في موضوع آخر طالبت المجموعة المغربية للعمل الوطني من أجل فلسطين التي تضم فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية ومدنية داعمة لفلسطين ومناهضة للتطبيع طالبت بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني ومحاكمة المجرمين الصهاينة وطردهم من أرض الوطن هذا وشددت المجموعة على ضرورة التقدم بدعوا قضائية أمام المحاكم المغربية للضحايا اللواتي انتهكت كرامتهم كانت خارجية الكيان الصهيوني قد استدعت تثلثاء الفارط مدير مكتب الاتصال في المغرب ديفيد جوفرين للتحقيق معه في شبهات حدوث تجاوزات تتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء واختفاء هدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب من المقرر أن تحتضن العاصمة المالية باماكو يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين سبتمبر الحالي منتداً إقليمياً لزعماء الدينيين المسلمين بمشاركة أكثر من مائتي مندوبل لدول الجزائر نيجيريا بوركنافاسو موريتانيا السنغال أتشاد غانا ودولاً إفريقية أخرى وينظم هذا المنتدى بمبادرة من المجلس الإسلامي الأعلى في مالي وتحت رعاية رئيس السلطة الانتقالية العقيد أسيميغويتا ويهدف المنتدى للمساهمة في إرساء السلام بفضاء الساحل والصحراء وفي ربوع إفريقيا نهاية الموجز وللمزيد من التفاصيل تابعونا عبر منصاتنا الرقمية على تويتر فيسبوك أنستغرام ويوتيوب ولتفاصيل أكثر عن الخبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية في الخدمة فأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر